السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال الصف الخامس يلا بينا نكتب أول براجراف في الترم التاني على لسن وان من يونت سيفن وحنتعلم إزاي نكتب كل البراجراف بسهولة وجمل فيه جمل كتير هتبقى جمل سبتة أكتبها في كل البراجراف بطريقة معينة ونصيحة من مسئمان تابعوا البراجراف الترم ده واحد واحد وذاكروه بالتوالي لأن الترم قصير وآخر الترم حلاقي أن أنا عندي براجراف كتير جدا مش هعرف أحفظهم ولا غطيهم آخر الترم لا لازم أخذهم من أول السنة واحد واحد وأنا حنزل لك جميع البراجراف مخصوص وعلمك إزاي تكتبهم بسهولة ويسر وبجمل حنتفق عليها حنطبقها في براجراف كتير عن نفس الموضوع أو عن مواضيع تانية كمان لو كنت أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس ولايك من دلوقتي للفيديو أول حاجة هنا بيقول لي يعني شقتك السؤال ده معناه الشقة بتاعتك شكلها إيه؟ يبقى أنا أول حاجة حوصف الشقة فيها كم غرفة ومكوناتها إيه تاني سؤال why do you like your apartment؟ ليه؟ أنت بتحب شقتك طبعا أنا لو جوبت على السؤال ده في جملة والسؤال ده في جملة واستخدمت راس السؤال في جملة عندي تلات جمل أنا عايز أجيب سبعة فإذا لازم أتعلم إزاي أفرد وفي جمل محددة لازم أكتبها زي مثلا الجمل اللي بوصف فيها جمل الوصف وجملة I like أنا أحب الحاجة اللي أنا بتكلم عنها دي الجمل دي بتبقى سبتة إزاي؟ هنشوف أول حاجة دلوقتي أنا هستخدم العنوان في جملة إنه هو أنا عايز أقول له أنا بعيش مع أسرتي في شقة فحقولها إزاي؟ لأنه ممكن أكون عايش في بيت أو في أشكال المنازل كتير فأنا هقول له أول جملة I live with my family in an apartment أنا أعيش مع أسرتي في شقة جملة سهلة خالص ومكونة مكوناتها سهلة جدا عندي هنا I live with my family in an apartment ده بقي الجملة يبقى أنا بعيش مع أسرتي في شقة طيب تاني جملة عندي بقى اللي هي الجمل اللي هنتفق عليها اللي هي أنا حوصف الحاجة اللي أنا بكتب عنها دي بصفة لو هي مفرد هكتب اسمها اللي هي عندي هنا دلوقتي my apartment أو ممكن أقول عليها it وبعدين verb to be is للمفرد R للجامع وبعدين صفة فأنا حوصف ال apartment بتاعتي هقول عليها إيه؟ هقول it's big and nice هي كبيرة وزريفة it's big and nice أو أي صفة أنت عايز تكتبها it's big and nice it's great it's fantastic الصفة اللي أنت بتعرف تكتبها اكتبها it's big and nice هي كبيرة ولطيفة طيب بعد كده حبتدي أوصفها أوصفها بإيه؟ there are يوجد للجامع أو there is يوجد للمفرد دي من الحاجات اللي بتنفعنا كتير لما بكتب البراجراف بتاعي فأنا حقول بدل بقى ما أخش على طول أقوله يوجد ثلاث حجرات أو يوجد أربعة أو يوجد هكذا لأ أنا حوسع المعلومات بتاعتي يعني ممكن أول جملة مثلا أقوله there are many rooms يوجد كثير من الحجرات عشان أنا عايز أجيب سبع جمل فما ينفعش أخش في الموضوع على طول لازم ألف الأول شوي يبقى there are many rooms يوجد كثير من الحجرات طب إيه هي الكثير؟ نفس الجملة فحقول مثلا إيه؟ there are three bedrooms يوجد ثلاث حجرات نوم there are three bedrooms شوفوا زي الجملة اللي قبلها بالضبط بس هي جملة مختلفة هنا قلت there are many rooms هنا قلت there are three bedrooms يوجد يبقى there are دي بتنقذني في حاجات كتير وبرضو الجملة دي بتاعت الوصف الوصف و there are وال I like اللي إحنا هنكتبها بعد كده ثلاث جمل هكتبها في كل البراكرافات في أي موضوع يبقى هنا there are three bedrooms يوجد ثلاث حجرات للنوم طيب هننقل بقى أكمل الوصف بتاعي أكتب يوجد حمامين there are two bathrooms there are two bathrooms يعني يوجد حمامين طيب لغاية كده تمام قوي طيب هتكلم بقى أكمل وصف هكلمه عن الكيتشن فحوصف الجملة حبابي بتاعت الوصف اللي اتفقنا عليها فحقوله the kitchen is very big المطبخ كبير جدا the kitchen is very big المطبخ كبير يبقى أنا هنا باستخدم جمل الوصف في البراكراف بتاعي أنا هنا عامل جملتين اهو it's big and nice the kitchen is very big المطبخ كبير جدا طيب هكمل برد وصف هو ما هو كمان أصلا عايزني أوصف فهنا هقول the oven is modern the oven is modern يعني المطبخ الفرن حديث الفرن حديث the oven is modern الفرن حديث طبعا أنا كتبالكوا جمل أسهل بكتير جدا من المكتوبة في النموذج بتاع الكتاب الخارجي أو أي كتاب أنا بكتب لك وببسط لكوا الأمور عشان طبعا البراكرافز بتاعت المنهج كتير فإحنا لما نعقت كل البراكرافز هنفتكر إيه ولا إيه فإحنا بناخد أمور كده بسيطة بس صحيحة وأخد بيها الدرجة وأعرف كمان أجيب بيها جمل طيب أكمل الوصف بتاعي وحقول وأقول we have fantastic balcony إحنا عندنا بلكونة رائعة we have برضو جملة بسيطة خالص ما فعلش أي حاجة فعل we have فعل fantastic balcony مفعول وهنا أخدوا بالكم balcony اسم وصفتوا إن هو fantastic والاسم الصفة بتجي قبل الاسم اللي بتوصفه والصفة قبل الموصوف فالجملة بسيطة خالص وما فعلش أي حاجة وسهلة جدا يبقى we have fantastic balcony آخر حاجة بقى بيقول لي ليه أنت بتحب شايتك why do you like your apartment فحقوله بمونتها البساطة I like my apartment أنا أحب شايت because it's comfortable لأنها مريحة طيب مش عارف أكتب comfortable أكتب great عظيمة good جيدة أي صفة أنت تحب تكتبها هنا اكتبها يبقى البراجراف بتاعنا في منتهى السهولة سهل جدا I live with my family in an apartment it's big and nice there are many rooms there are three bedrooms there are two bathrooms the kitchen is very big the oven is modern we have a fantastic balcony I like my apartment because it's comfortable لو عديت الكلمات هيتلعوا أكتر من 40 أكتر من 40 هيتلعوا حوالي 45 كلمة كمان يبقى أنا كده عملت المطلوب مني ببساطة وحاجات كلمات سهلة وجمل سهلة وبسيطة جدا تابعوني وأنا في كل البراجرافس وأنا حبسط لكم كل البراجرافس نصيحة مني تابع البراجرافس واحد بواحد واحفظ واحد بواحد وتعلم معايا إزاي تجيب واحد بواحد ليه؟ لأن الترم قصير وآخر الترم هنلاقي عندنا كمية براجرافس كبيرة مش هنقدر نغطيها آخر الترم فناخد البراجرافس بالذات أول بول وأنا معاك إن شاء الله ده بسيط جدا لو في أي جملة هنا مش مستوعبها أو شايف إنها تقيلة ابعتلي على جروب الترم وأنا حكتب لك جملة بدلها تكون مناسبة لك استفدت مستشن؟ حط بقى لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مس إيمان وبقلس وصوصكا وبيزبي باي